ندخل بقى في موضوع المزحمة وحداك أشرت قبل الفاصل أو قبل من اسمها الرئيس لضرورة أنه القطاع الخاص يضاعف مساهمته في الاستثمارات ثلاث مرات ماذا تريد أن تضيفه؟ طيب دلوقتي فكرة المزحمة دي والإزاحة دي قصة يعني الجدل فيها قديم أنت بالصدفة تتكلم عن كينز كان فيه مناظرة ما بين كينز والمسؤولي الخزانة البريطانية قبل ما يصل لشهرته الكبرى في التلاثينات لكن ده كان في العشرينيات وكان بيتكلم هل الاستثمار العام في وقت التراجع بيقدر أنه يحل المشكلة ولا ما يحلهاش وكان فكرة المضاعف بتاعت الاستثمار أنك أنت بجنيه من استثماراتك العامة هل أنت بتولد جنيه آخر من الاستثمارات الخاصة هل بتولد جنيه آخر من الاستهلاك العام فعشان يزداد الطلب فيتحرك النشاط الاقتصادي ولا بهذا الجنيه أنه يكون في تحطه في مكان لا يمكن أنه يحقف هذا المضاعف فالفكرة هنا بقى مش مسألة هل هو أقطاع عام والأقطاع خاص الاتنين مطلوبين والاتنين مطلوبين بزيادات أكبر مما هي عالية الأوضاع وإذا كان الاستثمارات العامة لبت بحدود 80% من المطلوب منها ومحتاجين أكتر يعني في حدود 20% فإيه هو الاستثمار الخاص المفروض بقى يتحرك مبني على هذه الاستثمارات العامة الكبيرة وكيف تكون الاستثمارات العامة زي ما احنا شفنا في العرض الأوروبي في حالة التعافي في العرض الأمريكي في حالة التواتيب وجد عدت البناء الأساسية اليابان عندها حاجة مماثلة كوريا عندها حاجة مماثلة ونموزاجية فيتنام عندها حاجة معتبرة جدا كلهم بيتكلموا عن استثمارات العامة مولدة لإستثمارات خاصة معها وهي بتعمل شغلها وهي بتعمل يعني مواجهة للتراجع ومحاولة إخراج الاقتصاد من مشكلاته ومعضلاته وإبعاد شبح الركود أيضا في كل هذه البلدان هي بتقول كمان اتفضل يا استثمار خاص تعالى اشتغل معه فهنا بقى ناخد أمثلة عشان نشوف إيه هو الاستثمار العام المطلوب أكبر يعني لو أنت حضرتك بتعمل استثمارات أكبر النهاردة وده ساعدت بأننا في حوار مع وزير الاتصالات ومع وزيرة التجارة والصناعة وأيضا وزير الاسكان أنه في مع مشروع حياة كريمة هيبقى في مراكز مهمة لتجميع الصناعات المختلفة والخدمات وهيبقى في بروت باند أو شبكة للإنترنت السريع وإمكانية لكل مواطن ليس فقط في المدن والأماكن الحضرية ولكن عايزه يعيش أهلي وأهل حضرتك في الصعيد والوجه البحري أنه إذا عنده سرعة للوصول للإنترنت يسمح له بقى بأنه كل القصص بتاعت الشمول المالي أنه يبيع بضاعة طوعة من خلال التسويق الإلكتروني أنه يشتري مدخلات إنتاج كل هذه السوق الجديدة العظيمة المفتوحة من خلال شبكة المعلومات ده هو الطريق الجديد بالإضافة للطريق التقليد اللي أنا وإنترنت نمشي عليه هو ده بقى الطريق الجديد للتسويق والحركة فإذا أنت حطيت استثمارات عامة حكما استثمارات عامة ضخمة جدا بعضها استثمارات عامة صافية وبعضها استثمارات عامة مشتركة مع بعض الشركات المتخصصة وبحركة معها زي ما حضرتك في العرض من اللقاء اللي تم مع سيارة الرئيس أنه حتى هذه الاستثمارات العامة بتشغل من داخلها شركات بتورد بتعمل مقاولات بتقوم بالتجهيز هي منتجة لبعض مكونات الإنتاج فتتحرك ولكن كمان أنت عندك بالإضافة هذا تضفق الكبير اللي حجيني بقى من استثمارات خاصة ليس له علاقة بالاستثمارات العامة مدخلش معها لا في شراكة ولا في عملية معاولة ولا في تجهيز ولا تحريك هو رجل بينتج مثلا زي الانتاج اللي كان بيهضر وما زي الجزء منه في الصعيد أهم انتاج مثلا من الرومان من الطماطن من محصول القرعية من الأرقام المتروحة ما بين 20% ل40% أما بتعملي طريق جديد وسوق جديد هذا الإهضاف ده لا ما انتكتش حاجة زيادة نفس الانتاج بنفس الانتاجة بنفس الفدان اللي عندي هيبقى عندي نفاس أكبر للسوق وعائد أعلي طب لو دخلت بقى ابني معايا وبيعرف أكتر مني في التسويق الإلكتروني من خلال شبكة المعلومات الجديدة جابت شبكة الطرق شبكة ناقل معاها بتيصر لي وبتخزر لي بضعتي بشكل جيد وبعدها أعطيها من وزارة التجارة والتموين والتجارة الداخلية عاملة جهد كبير في الاستثمارات واللوجستية في التجميع ولكن كمان مشاركة التواصل عشان واحد يعرف ايه أعلى سعر وأفضل سعر يبيع به فهنا الشبكتين الشبكة التقليدية والشبكة الأخرى اللي هي الشبكة الجديدة ومع الوقتين أنت محتفى واحد شخص مختلف تماما عن مكان في تأهيله وتمكينه من التعامل مع هذه الطرق الجديدة وهذه الوسائل الجديدة ثلاث استثمار في البشر اللي هو الأهم من ده كله وده برضو فيه استثمارات عامة وفيه استثمارات خاصة بتدخل فيه بتسمى